شدد عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء دروس الزبيدي على ضرورة أن تكرس الحكومة جهودها وتقاتها لتحسين وضع الخدمات في البلاد وفي مقدمتها خدمة الكهرباء وإشار اللواء الزبيدي خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك إلى أن وضع الكهرباء في العاصمة المواقتة عدن والمحافظات الأخرى وصل إلى حد لم يعد مقبولا استمراره على ما هو عليه ولا بد من إنهاء هذه الأزمة فورا لما لها من تبعات سلبية على مجمل مناح حياة المواطنين وأكد على ضرورة أن تطلع كل وزارة بمسؤولياتها وتنفيذ مهامها المنوطة في خدمة المواطن وذلك من خلال التواجد الفعلي على الأرض وفي مقار عملها في عدن بكامل كادرها الوظيفية منوها في السياق بأن بقاء أي وزير أو مسؤول في الخارج لم يعد مقبولا وناقش اللقاء على أوضاع الاقتصادية والآليات المتبعة لتحقيق الشراطات الموضوعة للاستفادة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية وتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والمؤسسية والهيكلية في قوام الحكومة والسياسات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق كما تطرق اللقاء كذلك إلى الأولويات المطلوبة لتحقيق التكامل بين مؤسساتي الرئاسة والحكومة بالإضافة إلى جملة من القضايا الأخرى ذات الصلة بسير عمل بعض الوزارات والقطاعات الإرادية والأمنية والعسكرية واتخاذ ما يلزم بشأنها